هل حانت لحظة المصالحة السياسية في العراق ليعود جميع المبعدين؟ سؤال تبدو الإجابة عليه مستحيلة التحقق لكثير من العراقيين الذين يعيشون في الخارج ويراقبون أزمات تهدد البلاد أهمها الفساد والمحاصصة توازياً مع إعلان السلطات الحالية المتكررة وترويجها للسلم الأهلي وتكريس المواطنة عبر مؤتمرات عريدة تقوم بها سنصل اليوم العراقيون جميعاً اللي زعلان اللي مخدم خاطر اللي احنا مزعلينه يعود إلى الوطن رأس مرفوع إلا من يريد هو أن يبقى خارج البلد لأنه العراق للعراقيين الأعرجي نفسه القادم من خلفية ميليشيوية اعترف في المؤتمر نفسه المؤتمر الاتحادي السادس للمواطنة والحوار والتنمية أن هناك تدخلات سياسية في جميع القرارات وهي النقطة الحساسة التي تعيد الأمور لنقطة الصفر في العراق الجديد الذي انتهج منهج المحاصصة وتحول باعتراف شركاء العملية السياسية لواجهة كبيرة للفساد وتغول الميليشيات ما اليوم هذا الوطن تفكك صار أوطان يعني مع الأسف كل فئة صار عندها رئية كأنها دكان يعني سلاح مال وجنود وهي تتحكم وما في تناغم يعني ما في سلطة أنه هي تقود الكل هذا التفكك يظهر من خلال ازدياد أعداد طالبين لجوء من العراقيين في الخارج حيث تكشف الحكومة الألمانية تقديم أكثر من 244 ألف شخص بينهم عراقيون طلبات اللجوء خلال عام 2022 نتيجة للتهديدات الأمنية ضدهم والبطالة والفقر ويرى كثير من الناشطين الحقوقيين أن مشكلة اللاجئين العراقيين لا يمكن أن تحل بمجرد إبداء الأحزاب الحالية تصريحات عاطفية بالعودة بل تتطلب تطبيقا عمليا وإرادة لتنفيذ الإصلاح ومحاربة الفساد وهو ما فوتته الأحزاب ذاتها التي وقفت أمام مطالب متظاهري ثورة تشرين واستخدمت ضد شباب يريدون التغيير العنف المفرط ثم تطلب منهم ألا يهاجروا أو يعودوا إلى وطنهم اشتركوا في القناة